دبري دين داريقي زريتي لطابة يومكم اعزائي المشاهدين معكم شادي مصطفى في دروس تعلم لغة الروسية في هذا الفيديو اعزائي المشاهدين سوف اشرح لكم بشكل مختصر جميع الحالات الاعراف في اللغة الروسية مع ذكر امثلة على كل حالة لكي نتعرف على هذه الحالات في الدروس القادمة ان شاء الله سوف نبدأ بدراسة هذه الحالات بشكل مفصل اذا اعزائي المشاهدين قبل ان نبدأ بالفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتشغيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد اذا اعزائي المشاهدين حالات الاعراف هو الهدف منه انه انت تعرف شو هو نوع السؤال السؤال دائما يتغير حسب حالات الاعراف حسب حالات الاعراف يتغير السؤال في اللغة الروسية وطبعا لما السؤال بيتغير نهاية الكلمات كمان بتتغير بس حالات الاعراف لا تؤثر على الافعال وعلى الظروف اذا الافعال والظروف حالات الاعراف لا تؤثر عليها يعني نهايتها لا تتغير اما الاسماء الصفات اسماء الاشارة ما شابه ذلك في الدروس القادمة سوف نشرح هذه التفاصيل كلها اليوم الهدف الاساسي هو التعرف على هذه الحالات لكي نفهم حالات الاعراف ما هو المغزى الاساسي منها اذا بده جي بده جي بده بمعنى حالات الاعراف بده جي حالات الاعراف بده جي بده جي حالة واحدة تسمى بده جي بده جي هون جمع هون ادوشوفلوني يعني الكائن الحي الحي كل شي فيه روح يسمى ادوشوفلوني ني أدوشفلوني يعني الجماد الجماد هي الأشياء التي لا توجد فيها روح بمعنى الجماد إذن أدوشفلوني الكائن الحي الحي ني أدوشفلوني بمعنى الجماد هلا بدنا نتعرف على الحالات الستة إمني تلني بديش يعني الحالة الإسمية في ردي تلني بديش حالة المضاف إلهي داتلني بديش حالة المقصود في نتلني بديش حالة المفعول به تعلين بديش حالة المفعول به تلي تلني بديش حالة الآلية あلي بديش حالة الجار والمجرور إذن إمني تلني بديش الحالة الإسمية ردي تلني بديش حالة المضاف إلهي طبعا هون كل حالة من هالحالات انت تقدر ترمزها بالحرف الاول هون مثلا امينية اترمزها بالحرف الى او او راجية لنية ترمزها بالحرف الى او دات النيفاتي كمان بحرف الى توري تلني باديش بحرف الت بردلوج ني باديش بحرف الب إذن هيك بيكون نحن يتعرفنا على الحالات الستة هاي الحالات الستة كل حالة منها في الى سؤالين سؤال يستخدم لأدشفلوني للحي وسؤال يستخدم لني أدشفلوني يعني بمعنى للجماد هلا مثلا إميني تلني باديش إميني تلني باديش في الو سؤالين السؤال الأول كتو أدشفلوني للكائنات الحية كتو أدشفلوني للكائنات الحية بمعنى من كتو من ني أدشفلوني شتو شتو بمعنى ماذا إذن كتو شتو هدولي السؤالين الخاصين بحالة إميني تلني باديش يعني بحالة الاسم على سبيل المسال هنا مثلا كتو تبيا زبانيل من اتصال معك كتو تبيا زبانيل شتو تديلش بمعنى ما زاد تفعل شتو تديلش ما زاد تفعل شتو تديلش إذن هنا لاحظوا كتو شتو نحن حالة الإمينتلنى هي دائما بتكون حالة المصدر يعني بهالحالة الإسم يكون مثلا بحالة المصدر يعني كتو شتو دائما بتكون بحالة المصدر لهك تسمى إمينتلنى падеж يعني حالة الإسم إذن كتو قلنا أدوشفلوني على سبيل المسال كتو تبيا زبانيل شتو ني أدوشفلوني شتو تديلش هلا بنجي للحالة التانية رادتلنى падеж رادتلنى падеж يعني حالة المضاف إليه رادتلنى падеж حالة المضاف إليه نقدر نرمزها بحرف الر رادتلنى هون السؤال تبعو كاو أدوشفلوني للكائنات الحية كاو أدوشفلوني شفو ني أدوشفلوني للجماد شفو ني أدوشفلوني للجماد هون كاو بمعنى كمان من كاو من كاو بمعنى ماذا كاو بمعنى ماذا إذن هون لحظو انو كتو تغيرت لكاو و شتو تغيرت لكيو هلا بنجيب أمثلة كاو تي إشش كاو تي إشش كاو تي إشش يعني عن من تبحث كاو تي إشش عن من تبحث كاو تي إشش عن من تبحث ني أدوشفلوني كاو تي إشش كاو تي إشش ما زا تريد كاو تي إشش ما زا تريد هلا بنجي للحالة التانية داتلني باديش داتلني باديش حالة المقصود داتلني باديش حالة المقصود معناته هون لاحظوا هي اسمة حالة المقصود معناته انت بدك تقصد شي معين أو شخص معين هون الفرق بين الحالات يعني ليش في ست حالات مشان واحد يفهم المغزى من الحاكي هون على سبيل الميسال كلمة السؤال كامو أدوشفلوني كامو أدوشفلوني للأشخاص للأحيا كامو كيمو ني أدوشفلوني للجماد للأشيا إذن كامو كيمو هلا على سبيل الميسال كامو بداري تسветي كامو بداري تسветي بمعنا لمن أهدي الوارد كامو بداري تسветي لمن أهدي الوارد كامو بداري تسветي لمن أهدي الوارد كيمو تي نوشيلسا كيمو تي نوشيلسا بمعنا ماذا تعلمت كيمو تي نوشيلسا ماذا تعلمت إذن كولنا أدوشفلوني كامو للأشخاص للأحيا كامو بداري تسветي ني أدوشفلوني للأشيا للجماد كيمو كمو تي نوشيلسا ماذا تعلمت فين تلنيبادش حالة المفعول به حالة المفعول به مثل اللغة العربية هون السؤال تبعه كافو وشتو كافو أدوشفلوني للأشخاص للأحياء كافو أدوشفلوني على سبيل مثل كافو تي لبش كافو تي لبش من تحب كافو تي لبش من تحب كافو تي لبش من تحب كافو تي لبش شتو نيادوشفلوني شتو نيادوشفلوني للأشياء أو للجامات شتو تي فيدل شتو تي فيدل يعني مازارا ايت شتو تي فيدل مازارا ايت شتو تي فيدل مازارا ايت كيف تتحب أدهاف 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 الأعمال تتحب أدهاف الأبيض المؤقتين أيضاً بكيف أن تتحب أدهاف أدهاف الأحياء للأشخاص كم على سبيل المسال كم خوشش ستات ماذا تريد أن تصبح كم خوشش ستات أو احتمال كم خوشش ستات في بودشي كم خوشش ستات في بودشي ماذا تريد أن تصبح في المستقبل كم خوشش ستات في بودشي ماذا تريد أن تصبح في المستقبل إذن كم خوشش ستات ماذا تريد أن تصبح ماذا تريد أن تصبح هون كم ندشبلوني للجماد للأشياء نستخدم كم ندشبلوني كم تي زانت كم تي زانت يعني بماذا انت مشغول اذا قلنا توريتل نيبادش الحالة الالية السؤال كم أدشبلوني على سبيل مثال كم خوشش ستات أو كيم خوش ستاد بودوشي في المستقبل ماذا تريد أن تصبح في المستقبل هون كيم ني أدوشفلوني للأشياء للجامعة كيم تيزانت بماذا أنت مشغول كيم تيزانت بماذا أنت مشغول بردلوجني بادش حالة الجار والمجرور السؤال تبعه أكم أكم بمعنى عن من أكم بمعنى عن من أو أحيانا تترجم بمن كمان عن من أو بمن أدوشفلوني للأحياء والأشخاص نستعمل أكم على سبيل المثال أكم تي دوميش أكم تي دوميش يعني بمن تفكر أكم تي دوميش بمن تفكر أكم تي دوميش هون السؤال التاني أكم أكم ني أدوشفلوني أكم ني أدوشفلوني للجامعة والأشياء على سبيل المثال أكم تي مجتايش أكم تي مجتايش يعني بماذا تحلم بماذا تحلم بماذا تحلم يعني احتمال تي دوميش بمعنى عن ماذا أو بماذا كمان نفس الشي إذن أكم تي مجتايش بمعنى بماذا تحلم أكم تي مجتايش بماذا تحلم إذن هون قولنا أكم تي دوميش يعني بمن تفكر أكم تي دوميش بمن تفكر ني أدوشفلوني للأشياء والجامعة أكم على سبيل المثال أكم تي مجتايش أكم تي مجتايش يعني بماذا تحلم هيك بيكون أعزائي المشاهدين شرحنا لكم الحالات الستة وشرحنا لكم المغزى الأساسي من هالحالات مع الأمثلة أتمنى هيك فهمتوا الصورة المختصرة لحالات الإعراف في اللغة الروسية في الدروس القادمة إن شاء الله راح نبلش نشرح كل حالة بشكل مفصل ونشوف التصاريف تبع هاي الحالات يعني أهم شي هون نهايات الكلمات لأنه بكل حالة نهاية الكلمات بتتغير بس مثل ما قلنا الأفعال والظروف ما بيتأثروا بحالات الإعراب الأفعال بتتأثر بالضمائر مثلا إذا كان جمع إذا كان مؤنس محايد أو ما شابها ذلك الفعل بيتغير نهايته بس بحالات الإعراب الفعل يضل نفس الشي ما بيتأثر بحالات الإعراب الشي اللي بيتأثر بحالات الإعراب هي الأسماء الصفات ضمائر الإشارة وهاي الحالات كلها بدنا نشرحها في الفيديوهات القادمة أتمنى استفدتم من هالفيديو عيدوا واتمرنوا على هاي الأمثلة وأتمنى لكم يوم سعيد ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة سوبسكرايب وتشغيل جرس الإشارات ليصلكم كل جديد سباسيبا وام دس في دانيا شكرا